تثبيت مركز تحكم HyperOS العالمي طبعا ده مركز تحكم جديد هيعجبك جدا على تلفونك الشاومي او الريدمي او البوكو تابع معي الفيديو من البداية للنهاية عشان خاطر تعرف ازاي تحمل مركز التحكم وتثبته على جهازك بدون اي مشاكل اول حاجة طبعا لو انت مش مشترك في القناة بتاعتنا على اليوتيوب اتمنى انك توقف الفيديو وتنزل كده تدوس على زرار الاشتراك كمان لو انت مش مفعل زرار الجرس ضروري جدا انك تدوس على زرار الجرس وتفعل كده على زرار الكل عشان خاطر يوصل لك اي فيديو جديد بنزله على القناة بتاعتنا وخلينا كده نروح ونشوف ازاي نحمل مركز التحكم الجديد على تلفوننا الشاومي او الريدمي او البوكو ونثبته بدون اي مشاكل ونشوف ايه هي المميزات الجديدة طبعا قبل ما نثبت مركز التحكم حابب كده ان انا وريك مركز التحكم القديم اللي موجود على كل تلفوناتنا شاومي او ريدمي او بوكو وطبعا مركز التحكم فيه نوعين من مركز التحكم مركز تحكم باللون الرمادي زي ما هو متوفر عندي كده ومركز تحكم بيه اللون الشفاف ويبختك طبعا لو عندك مركز تحكم باللون الشفاف ولكن طبعا سواء كان بالرمادي او بالشفاف فمركز تحكم هايبر او اس الجديد هينزل على جهازك بدون اي مشاكل هتتوجه كده طبعا معي اللي هيكون موجود في وصف الفيديو اول ما تدخل على الرابط ده يحولك على قناتنا على التليجرام وهتلاقي الرابط بالشكل ده عشان تحمل مركز التحكم الجديد هتدوس كده على الرابط ده مجرد ما تدوس على الانك هتلاقيه على طول حولك على الموقع اللي انت شايفه بالشكل ده هتدوس على بعد كده هتنزل لتحت وتدوس على بعد كده بيقول لك هنا يعني من فضلك انتظر بعد كده هتستنى العداد ده يكمل لحد مية في المية وتدوس على بعد كده هتنزل لتحت وتدوس كده على بعد كده هتدوس هنا على بعد كده تستنى العداد ده يكمل لحد مية في المية وتدوس على طبعا ده موقع اختصار روابط ولازم تطبق معايا نفس الخطوات عشان تقدر توصل لي الملف بدون اي مشاكل مجرد ما كمل هنا مية في المية هتدوس على بعد كده هتدوس هنا على بعد كده تدوس على بعد كده تستنى برضو العداد يكمل لحد مية في المية وتدوس على بس نستنى يكمل لحد مية في المية تنزل وتدوس على طول على مجرد ما يكمل لمية في المية وتدوس على بعد كده هتدوس على كلوز. طبعا العملية عندك باية محفوظة خلاص هتدوس على كلوز وبعد كده استنى العداد يكمل مية في المية. وبعد كده تدوس على تقريبا دي بتنفزها تلت اربع مرات عشان توصل لي بدون اي مشاكل. عملية كلها مش هتكمل معاك تلاتين اربعين سنين. بعد كده هنا هتدوس على وبعد كده هتدوس على تقريبا في تلت خطوات اربع خطوات هيحاولك على الرابط ده ومجرد ما تدوس كده على متابعة هتلاقيه حاولك على الموقع او هتلاقيه حولك على الملف بدون اي مشاكل. طبعا ممكن يحولك هنا على اي موقع تاني او اي ملف تاني او اي رابط تاني. طبعا الرابط بتاعنا هيكون على فانت هتقوم راجع كده خطوة البرة. بعد كده هتلاقي الرابط بتاعنا جاهز بالشكل ده على موقع مجرد ما تدوس كده على الرابط. هيحولك على طول على صفحة التحميل. وبعد كده هيقول لك هل تريد تنزيل هزا الملف? طبعا هنا بيقول لك الملف ده بيكون دار ولكن هو مش دار. اي ملف انت بتنزله من موقع جوجل كروم او اي متصفح غير مجر جوجل بلاي. فبيقول لك ان الملف ده دار ولكن هو مفهوش اي مشاكل. طبعا الملف اسمه خمستاشر بوينت سيفر بوينت واحد بوينت ساعتاشر بوينت واحد عشان خاطر ما تنزلش اي ملف تاني وتقول ان انا اللي رفعه ويجي لك مشاكل على التلفون بتاعك. مجرد ما تدوس على التنزيل على اي حال. بعد كده هتلاقي الملف نزل معاك بالشكل ده لو جيت وتدوس على التفاصيل هتلاقي الملف نزل معاك طبعا ما اكش دعوه بقى بالدولود تلاتة اتنين واحد اتنين عشان طبعا حولني على الصفحة اللي انا قلت لك ما تدخلش عليها. فطبعا هتيجي هنا وتدوس على حسف لو لقيت اي ملف غريب عندك هنا في عمليات التنزيل. بعد كده هتيجي تدوس على اللي احنا لسه محملون. طيب مش عايز تجيب له من هنا هتروح كده على مدير الملفات وبعد كده هتروح هنا على او التحميلات اللي موجودة داخل برضو الملفات اللي عندك اللي هي اسمها لو انت مغير لغة الجهاز بتاعك للغة الانجليزية مجرد كده ما تدوس على هتدوس كده على تحديث وطبعا ده الشكل القديم مجرد ما نحدس مع بعضينا هنشوف الشكل الجديد لمركز التحكم السلس اللي في بعض الادوات اللي اتغيرت شكلها واللي اضافت جديد لمركز التحكم زي هنشوف مع بعضينا. مجرد كده ما تنزل مركز التحكم طبعا هنا هو بيعمل عملية الفحص من الفيروسات والتطبيقات المزيفة ومخاطر اخرى فهنستنى عملية الفحص طبعا ما فيش اي مشاكل. تم اكتياز اختبار الامان ولم يتم اكتشاف اي مخاطر. مجرد ما تدوس كده على فتح. طبعا هنا مش يحولك لاي حاجة لانه ده حاجة داخلية او مش برنامج داخل الجهاز بتاعك. لا ده حاجة داخلية داخل الجهاز بتاعك. فمجرد كده ما تنزل مركز التحكم او الاشعارات. هتلاقي كده مركز التحكم بالشكل الجديد. طبعا انا عندي هنا لسه مركز التحكم باللون الرمادي. انت لو عندك مركز التحكم باللون الشفاف فطبعا يحظك لو انت عندك مركز التحكم باللون الشفاف هيكون شكله جامد جدا على تليفون بتاعك. سواء كان تليفون شاومي ريدمي بوكو. فطبعا مركز التحكم باللون الشفاف احسن من اللون الرمادي. لو جيت كده برضو تسحب جهة اليمين هتلاقي مركز الاشعارات زي ما انت شايف طبعا عندك لو جهاز بتاعك باللغة الانجليزية هتيجي تسحب جهة الشمال عشان تجيب مركز الاشعارات او هتيجي كده تنزل من ناحية البطارية هتلاقي مركز الاشعارات ظهر عندك زي ما انت شايف بالشكل ده كزلك برضو الوقت تدوس هنا على علامة تعديل فطبعا هنا في الاول كانت علامة الالم موجودة كده تحت البطارية او مركز الاشعارات عشان خاطر تجيب الايكونات اللي عندك طبعا هنا تقدر انك تديف اي ايكونة من الايكونات دي وتشيلها زي ما انت شايف بالشكل ده كمان هتلاقيها نزلت هنا مش مجرد كلام وخلاص لها تلاقيها نزلت عندك هنا زي ما انت شايف بالشكل ده. طبعا ده مركز تحكم حبيت ان انا اشاركه معكم اتغير كده في بعض الحاجات وبعد الايكونات اضافت طبعا هنا زي ما قلت له لو عندك في مركز في مركز التحكم ده فيكون شكله جامد جدا اخرافي على الجهاز بتاعك كزلك برضو هنا دفلت مشغل هنا الصوت زي ما انت شايف لاي حاجة كنت مشغل يوتيوب كنت مشغل مسلا اي ملف صوتي عندك فهتلاقيه ظهر هنا عندك تقدر انك طبعا تشغله وتعمله عملية اقاف من الشكل اللي انت شايفه ده مجرد اصلا ما دوسنا كده على العلامة بتاعت التشغيل حاولنا على طول على اليوتيوب ولكن لو شغلنا اي ملف صوتي هتلاقيه تحول عندك هنا في تشغيل الصوت اللي موجود هنا كزلك برضو عندك الوي فاي والبيانات بتاعت التليفون وطبعا هنا عندك الاضاءة والصوت زي ما انت شايف بيه الشكل ده مع الايكونات اللي اتعدل فيها طبعا زي ما انت شايف وطبعا لو لحظت القديم من الجديد هتلاقي الايكونات لتغير شكلها واصبحت واضحة كده زي ما انت شايف بالشكل الجميل ده ما تنساش طبعا لو مركز التحكم ده عجبك تكتب لي فيه التعليقات ولو وجهتك برضو اي مشكلة تكتب لي في التعليقات وان شاء الله هحاول ان انا اجاوبك عليها باكبر سرعة وباكبر قدر هرد على التعليقات دي وهنحل المشاكل مع بعضينا وما فيش مشاكل ان شاء الله دي كده كانت نهاية الفيديو اتمنى لو الفيديو عجبك تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان خاطر يوصل لك اي فيديو جديد بنزل على القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته